كابتا خالد عود طبعا عشرة عمر ورفيق حجرة يعني يمكن هو كان زميلي في القوضة من ساعة ما ابتدينا من سنة التسعين بعد ما رجعت من ترورة الاحتراف في ألمانيا من سنة التسعين لحد سنة التمانية وتسعين يعني هو خالد كان هو دايما هو الصديقي في الورفة طبعا قدينا فترة يعني كبيرة مع بعض وفترات قدينا وقت كبير جدا مع بعض لأننا طبعا أيام في الفترة دي كان بيبقى تواجدنا مع بعض كلعيبة أكتر من تواجدنا مع أهلنا في البيت بحكم المنتخبات والنادي وتمرين صبح وبعض دور فكنا قدينا وقت كبير جدا مع بعض وخالد كان طبعا كان بيتميز إن هو كمان شخصية قيادية بيحبي من اللعيبة اللي كان بتعف تدم زي اللعيبة حواليها أو بتجمع اللعيبة فدي برضو كانت من أحد مميزات خالد زي طبعا إن هو كان حارس مارمى مميز فدي يعني من الحاجات اللي كانت بتميز خالد العوا دي خلال الفترة اللي احنا قدناها مع بعض في الثمان سنين بتوع النادي الأهلي ومتاخر مصر وطبعا خالد كان حارس مارمى مميز هو جيه في الفترة اللي هي الفترة التسانيات ديت وانضم المنتخب مصر في خلال الفترة ديت وشارك في كاس العالم وكان طبعا ليه أداء متميز في خلال الفترة ديت ساهم في يعني دي من الفترات اللي هي اللي تعتبر الفترات الزهبية أو بداية الفترات الزهبية لأجيال النادي الأهلي لأن احنا في فترة دي حققنا نكاس مصر وبطرات دوري وبطرات أفريقيا وبطرات عربية فهو كان مشارك معنا في كل الفترات ديت فطبعا إنجازات كبيرة في خلال الفترة ديت أفتكر إن احنا في مواقف كتيرة كنا بتبقى في مشاكل أو بنمر مشاكل داخل الفرقة كنا عندنا مجموعة دايما إحنا بنتلمل مع بعض خمس ست أفراد من اللي هم الكباري في الفرقة أو الأدامل في الفرقة وبنحل مشاكلنا دي مع بعض كنا دايما من وقت للتاني بنتجمع نخرج مع بعض نتغدى في حتة نتعشى في حتة خالد بقوله طبعا ربنا يوفق في المهمة الصعبة الجديدة أنا حاسس طبعا بالبي وحاسس بالمجهود اللي بيبزله وكلنا حقيقة إن احنا عايزين نودي يعني أنا مثلا كمنتامي لكرة اليد عايز كرة اليد تبقى شكل تاني في حتة تانية هو طبعا كمسؤول عن الرياضة أو رياضات الأسالات كلها هو عايز يودي الرياضة في حتة تانية نفس الكلام بيشتغل للنهار فربنا يكرمه إن شاء الله ويوفقه وإن شاء الله نحقق النادي متوقع